اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالاناس بان تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفور ملوان لهذا العام وضع الاقتصاد البحريني على خريطة الاستثمار العالمية ومكنها من استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وجود الفور ملوان في البحرين وضعت البحرين على خريطة العالم واضهرت نفسها وطبعا هذا نوع من الترويج العالمي اللي احنا نصبه اليه وهذا يصب في الخطط اللي مجلس التنمية الاقتصاد اليوم يهدف اليه وهذا طبعا الحدث جذب كثير من المستثمرين الاجانب للنظر على المقاومات الاقتصادية اللي ممكن تعطي اضافة بالنسبة للبحرين وبالنسبة لهم وان البحرين تكون موقع جاذب لهم وكبلد بوابة للخليج لتسويق بضايعهم